أشهد وزير الخارجية السعودي فيصل ابن فرحان بالعلاقة الثنائية المتميزة بين مصر والسعودية وحرس البلدين على التنسيق والتشاور المستمر وقال وزير الخارجية السعودية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري إن الجانبين بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكد ضرورة الوقف الفورية لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فضلا عن دفع جهود أحلال السلام في المنطقة مغربا عن تطلع السعودية للعمل مع مصر في جميع المجالات وتحقيق التكامل بين البلدين وقد تم بحث الوضع في فلسطين والتأكيد على أولياتنا المشتركة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية بما يمهد الطريق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين وفي المجال الاقتصادي والتجاري استعرضنا أهمية استقرار ونماء اقتصاد جمهورية مصر والملكة العربية والتكامل بينهما وأكدنا حرصنا على استمرار التنسيق وتكثيف التعاون في تسهيل كافة المعوقات الاستثمارية لتعزيز التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وناقشنا مجمل من القضايا الإقليمية وكما ذكرها معالي ونتطلع دائما إلى استمرار التعاون والتنسيق مع جمهورية مصر الشقيقة في كافة المجالات بما يحقق تطلعاتنا